أهلاً جماعة السلحيون على أن الفهم الصحيح للكتاب والسنة هو الذي يكون بفهم الصحابة ومن سلك مسلك الصحابة في فهمهم والتبع السؤال الثالثي من المعلوم أن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ثلاث منها الإلم ينتفع به فنجد بعض الأعوام الذين يريدون خيراً يدخلون في أمور علم يعلمون الدروس علمية ولكن لا علم لهم فربما يدرون أكثر مما ينفعون ويحتجون بأنهم يريدون أن يتركوا خلفهم علماً ينتفع به بعد وفاتهم فهل من نسيهة لهؤلاء؟ وما رأيكم في هذا العمل؟ لا هذا العمل غير صحيح والعلم الذي ينفع صاحبه هو العلم النافع الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما الشيء الذي لا أصل له هذا ليس بعلم بل هو ضرر وإفساد للعقل فلا يطلب الإنسان شيء من غير بابه فلا نقول أن كل معلم يؤجر بل قد يكون المعلم يؤجر كالذي يعلم الناس البدع أو يعلمهم التصوف أو يعلمهم المسيحية أو يعلمهم السحر والشعودة هل نقول هذا المعلم يؤجر وينتهى بعلمه ويكون يعني صدق جاريا بعد موته؟ لا الصدق العلم الذي ينفع هو ما كان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح أما العلم الذي لا يعرف شيئا ويريد أن ينفع الناس بالجال هذا لا يؤجر بل يؤذر بل يحذر الإنسان أن يقول للناس شيئا ليس هو من باب العلم الصحيح أما العلم الذي ينفع صاحبه من بعد موته فهو العلم المؤصل بالدليل من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فيطلب العلم فإذا حصل العلم فليعلم حتى إنه ينفع علمه بعد موته أما أن يريد أن يستفيد من العلم وهو لم يطلق بابه ولم يعرف يعني العلم النافع من الضار هذا لا يجيز له أن يطلب الأشياء من غير بابه نعم